السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النهاردة هنعمل معاكو طريقة عمل الطحال, الطحال دي اكلة جميلة جدا اول حاجة هنحطها في مية مغلية وعليها ورق الورق وبصلة وفلفل اخضر ونسيبها تغلي وبعد كده هنكب المية يعني نغيرها ونحط مية جديدة مغلية برضو وما نحطش السكينة فيه نهائي علشان الدم بتاعه ما يتصفاش عشان الطحال بتاعه عبارة عن الدم بس. بعد كده اول ما هيتسلق معايا هتشوفوه زي ما احنا شايفين كده زي ما انتو شايفين كده قدامكو اه اول حاجة هنقشره وبعد كده هنشيل الحاجات دي بالسكينة بالراحة بس يعني هو كده كده مستوي يعني فهو مش هينزل دم ولا اي حاجة طبعا مش هينفع تختبريه ازاي يستوي وهو وهو على النار لأ تسيبه اول ما يستوي خالص وتسيبه بالزبط ساعة الا ربع وبعد كده تحاول تمسكي اه طرفه كده وتضغطي عليه بشوكة او حاجة مش حدة علشان لو ضغطي عليه بسكينة او حاجة وهو لسه مستواش فهيبقى دم بتاع كله هيتصفه شايفين طبعا هو كده استوى معايا هبدأ ان انا اقطعه على حسب فيه ناس بتقطعه طويل كده زي ما احنا زي ما نوردكو وفيه ناس هتقطعه مكعبات زي الكبد العصافير على حسب ما انت هتكليه ازاي هبدأ ان انا اقطعه معاكو وهقطع كل الكمية الطخل ده يا جماعة تجي به من عند الجزار طبعا طريق تنظيفه في القناة تعبوا ونزلوا تحت في القناة ده كان من ضمن تنظيف المنبار بس طبعا انا حطيته في فيديو لوحده علشان الوصفة دي كزا حد قال عليها ان هم مش بيلقوها على القناة فحبيت ان انا احطها لكم في فيديو لوحده بعد كده فرمت فستين توم وهحطهم اشوحهم مع التحال بتاعي اللي انا حطيته في الطوصة هيبدأ ان هو يتشوح بمعلقة سامنا بلدي هتلاقي ريحته طحفة جدا جدا وحبت فلفل اسود رشة بسيطة جدا وبالفة هنوشفة طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة وباذن الله هتعجبكم ادي استنى البلد اللي انا حطيتها دي يا جماعة الطريقة دي طريقة المصامت اه اي مصمت بيعمل طريقة الطحال كده هندي بقى رشة ملح خفيفة كده علشان احنا كده كده ملحينه وهو في الحلة يعني بيتسلق وبعد كده هيبقى المنبار بتاعي جاهز كده على الاكلة هسيبه مع نفسه علشان ياخد من التومة وياخد من الفلفل اسود والملح هسيبه كده خمس دقايق وبعد كده هشيله وحطه في طبق وهقدمه عادي جدا هتكله يا جماعة ممكن تعمله جنبه منبار وممكن تعمله معايا طبق تحينة وطبق سلطة وعيش بلدي اه بس برضو حبة مخلب هتبقى احلى وجبة واحلى اكلة بازن الله زي ما قلتلكم هفكركم تاني اه في طريقة السلق بتاعته هنحط مية تغلي هنحط ورق لورق فلفل تماطي مبسط وبعد كده اول ما هتغلي معايا هكب المية دي وهضيف مية جديدة مغلية برضو هحطها فيها واول ما هيستوي هحطه وهقطعه زي ما احنا شفنا في الفيديو يارب اكون قدرت ان انا فتكو بحاجة آآ كويسة وطريقة سهلة جدا وبسيطة وهتقدر تعمليها في بيتك بكل نظافة وآآ بكل سهولة برضو مش ما تغلبكيش انا هنا يا جماعة ضفت حبة مية بسيطة جدا علشان آآ كل حاجة تتجنس مع بعضها التوم والسمنة والملح آآ وبإذن الله تعملوها وتجربوها وهتعجبك جدا شايفين بقى حبة المية خلتها مرملة ازاي طريقة طحفة جدا جدا وبسيطة وبإذن الله تنقول اعجابكم ترجمة نانسي قنقر